اهلا بكم من جديد اصفحت اسعار النفط مرشحة للارتفاع باكثر من 129 دولار للبرميل في حال توجيه ضربة عسكرية لسوريا وذلك الارتفاع سيؤثر بلا شك على اقتصاديات الدول العالمية وبرصاتها واسواق المال خلال السنوات الثلاثين الماضية شهدت اسعار النفط وارتفاعات وانخفاضات تاريخية ذلك تزامنا مع احداث وازمات غيرت سياسات العديد من الدول وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط والتي وصل انتاجها العالمي من النفط في عام 2012 الى 32.5% والبالغ 86.150.000 برميل يوميا في عام 2012 اي 28.270.000 برميل يوميا يبلغ حجم استهلاك العالم من النفط 40 مليون برميل يوميا وكما نرى فان ازمة سوريا اليوم تغير اسعار النفط وفي السابق غيرت الحروب وبعض الاحداث هذه الاسعار الى مستويات تاريخية دعونا نلقي نظرة على ابرز هذه الاحداث في العالم نبدأها مع الحرب العراقية الايرانية والتي بدأت في سبتمبر من عام 1980 واستمرت حتى اغسطس من عام 1988 كان حينها معدل سعر النفط يصل الى 15 دولار و60 سنت اما حرب الخليج الاولى حين غزت العراق الكويت والتي بدأت في اغسطس من عام 1990 صعد سعر النفط في ذلك الوقت الى 32 دولار و35 سنت بالنسبة للبرميل ومع بداية عملية عاصفة الصحراء اي الغزو الامريكي للعراق بتاريخ السابع عشر من يناير من عام 1991 كان سعر البرميل 30 دولار و28 سنت وفي نهاية عاصفة الصحراء في الثامن والعشرين من فبراير وصل سعر البرميل الى 19 دولار و50 سنت خلال هجمات 11 من سبتمبر في امريكا من عام 2001 وصل سعر البرميل الى 29 دولار و22 سنت اما في نهاية السنة يعني شهر ديسمبر وصل سعر البرميل في ذلك الوقت الى 16 دولار وكان اعلى سعر للنفط في عام 2001 قد سجل بشهر مارس حيث وصل الى 124 دولار للبرميل اضراب فانزويلا النفطي والذي بدأ في ديسمبر من عام 2002 ادى الى انخفاض سعر النفط وصل حينها الى 31 دولار و49 سنت للبرميل ومع انتهاء الاضراب في فانزويلا في فبراير 2003 وصل سعر البرميل الى 34 دولار مع بداية حرب الخليج الثانية اي احتلال امريكا للعراق في مارس 2003 وصل سعر البرميل الى 34 دولار و94 سنت ومع انسحاب اخر جندي من العراق تحديدا في ديسمبر 2011 وصل السعر الى 110 دولارات و18 سنت للبرميل في اثناء حرب تموز التي قامت بين اسرائيل وحزب الله اللبناني والتي بدأت في الثاني عشر من يوليو 2006 وصل السعر الى 73 دولار و4 سنتات للبرميل استمر في هذه المستويات خلال فترة الحرب والتي انتهت في 14 اغسطس وسجل 73 دولار و8 سنتات للبرميل اما مع بداية الازمة المالية العالمية في 15 سبتمبر 2008 وصل سعر البرميل الى 90 دولار و45 سنت وسجل اعلى سعر خلال نفس العام في 11 يوليو والذي تجاوز فيه السعر النافتة 147 دولار و50 سنت للبرميل اما مع نهاية العام فاصبح السعر منخفض ليصل الى 33 دولار و73 سنت في عام 2011 وبعد اعلان انفصال السودان وجنوب السودان سجل سعر البرميل ارتفاعا ليصل الى 118 دولار و99 سنت ومع بداية الربيع العربي الذي اشتعلت شرارته بداية في تونس في شهر ديسمبر 2011 ومع سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وصل سعر البرميل الى 111 دولار و25 سنت ومع بداية عام 2012 انتقلت هذه الاحتجاجات الشعبية الى مصر وسميت بثورة الخامس والعشرين من يناير والتي احاطت او اطاحت بالرئيس المصري حسن مبارك وصل حينها سعر البرميل الى 113 دولار و59 سنت سرعان طبعا منتقل الربيع العربي الى باقي الدول العربية في المنطقة وتم الاطاحة بالرئيس اليمني عبدالله صالح وايضا مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي بعد ان كان هناك اشتباكات دامية بين قوات النظام والثوار حينها وصل سعر البرميل الى 124 دولار و89 سنت استمرت الثورات العربية خلال عام 2012 لتصل الى عدد من الدول طبعا لكن دون التوصل الى تغيير بالنظام بل اقتصرت فقط على مظاهرات واحتجاجات شعبية بين الفينة والاخرى غير ان بداية الاحداث في السوريا وفي شهر مارس تحديدا كان لها تأثيرات مختلفة حيث ما زالت الحرب مستمرة حتى هذا اليوم بين النظام وقوات المعارضة ومع بداية الازمة وصل سعر البرميل الى 128.14 سنت كان لتأثير الازمة ايضا بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية حول البرنامج النووي في شهر فبراير من 2013 تأثير حيث ادى الى ارتفاع سعر البرميل ليصل الى 118 دولار و90 سنت اليوم مع تهديد امريكا وحلفائها بضربة عسكرية ضد سوريا منذ نهاية شهر اغسطس تخطى سعر النفط مستوى 115 دولار للبرميل وهو مرشح للارتفاع اكثر ان نفذت واشنطن تهديداتها وللحديث اكثر حول تداعيات الوضع السوري على قطاع النفط ينضم الي من الرياضة دكتور خالد العقيل المستشار النفطي ومدير مكتب نماء للاستشارات البترولية اهلا بك معنا دكتور خالد يعني منذ ان اعلنت الولايات المتحدة واوباما عن توجيه ضربة عسكرية الى سوريا رأينا الاسعار النفط تصل الى ذروتها 117 دولار لكن هذا عندما كانت الضربة حتمية وعندما قالت بريطانيا انها لن تشارك في هذه الضربة رأينا الاسعار والهدوء يعود نوعا ما للاسواق كيف ترى السيناريوهات في ظل هذا الوضع وعدم اتفاق من قبل حلفاء الولايات المتحدة بتوجيه هذه الضربة لسوريا في الواقع هناك سلاسة مشاهد لموضوع مسار اسعار البترول طبعا حالة القلق القائمة نتج عنها يعني انه اسعار نفوط الاوبك لسلة اوبك وهي الحقيقة المعيار الاساسي للسوق البترولية فقد يعني سلة الاوبك ارتفعت من 100 دولار في 7 يونيو حتى وصلت الى 111 بحدود 1 سبتمبر يعني قبل كم يوم طبعا نفوط اوبك هي تمثل كما معلوم 40% من حجم التجارة الدولية في البترول وبالتالي هذه الزيادة اللي هي تقريبا بحدود 10 دولار في هذه الفترة يعني عكست قلق لكنه ليس القلق الكبير اما المشهد الثاني اللي ذكرتي وتفضلت فيه كان سابقا طبعا كان في موضوع اللي هي طبعا شن حرب قصيرة وعقابية ارتفعت بسببها الاسعار زي برينت اللي وصل الى 114 دولار ولكن هذا كان لفترة وجيزة وكان ربما المقصود فيه ان الجلوس الى مؤتمر جنيب اما المشهد الاخير وهو المشهد الثالث فهو عندما لاجأ الرئيس الامريكي اوباما الى الكونغرس الامريكي لمشاركته في القرار طبعا هناك تغير في هذا الاطار لانه يعني انك انت في امام دولة فيها مؤسسات الولايات المتحدة الامريكية القرار عندما يتخذ سوف يكون قرار جماعي بالتالي فهم الرئيس بوتين هذا القرار ووجدناه انه اخذ بعدم تزميد الصواريخ لسوريا وكذلك الرئيس رفنجاني الرئيس السابق نعم انه من يستخدم الغازات السامة لقتل المواطنين سوف يعاقب من المجتمع الدولي هذه طبعا تصريحات تعكس انه الولايات المتحدة الامريكية اخذت قرارا بجميع الاحتمالات ومن هنا يعني في حالة يعني الامور اما تأتي الى حل ربما سياسي ام او ربما اذا تفاقمت الامور فلا يوجد سقف لمن يخمن لحدود الاسعار لان اذا تفاقمت الامور لا تستطيع ايجيها ان تعلم حجم الضرر على الاقتصاد العالمي وعلى يعني مساء اسعار البتروي يتحدثون اليوم ما بين 129-130 ربما يعني في حال تم توجيه واصبح القرار فاعل بالنسبة لتوجيه الضربة لكن سؤالي الاخر هو اليوم نعلم بان المملكة العربية السعودية لعبت دور فعال في الازمات في الشرق الاوسط وتحديدا منذ قيام الثورات الربيع العربي اليوم هل هي قادرة فعلا على لعب نفس الدور في حال تم توجيه هذه الضربة وعملت على تهدئة الاوضاع في السوق هل ستكون قادرة من جديد على لعب هذا الدور طبعا معلوم أن الساسة المملكة العربية السعودية كانت تعمل دائما على موازنة العرض والطلب في السوق البترولي العالمي بما يخدم الاقتصاد الدولي ونمائه طبعا مؤخرا واضح أن المملكة زادت انتاجها في حدود 10 مليون برمين في اليوم وهذا لتهدئة التخمينات والقلق اللي في السوق وطبعا هناك الآن يعني امدادات كافية ووافية للسوق العالمية لكن هناك موضوع آخر مهم جدا المملكة العربية السعودية لديها طاقة انتاجية فائضة وهي تخطى موضوع العشر مليون وبالتالي لو وجد ما يستدعي ذلك فطبعا المملكة العربية السعودية يعني سياستها التاريخية أنها تعمل إلى استقرار الأسواق العالمية ولديها الفائضة هي وبعض الدول الخليجية من المجلس التعاون بما يلبي حاجة السوق دكتور خالد ماذا عن الموقف الإيراني والذي قال بأنه في حال توجيه ضربة إلى سوريا سيرد هل سنرى عودة ورقة مضيق هرمز من قبل إيران للضغط على دول مجلس التعاون ربما لتغيير موقفها ومواقفهم من سوريا كما سبق ذكرت هناك حوالي 17 مليون برميل تمر عبر مضيق هرمز تمثل 18% من السهلاك العالمي وربع تجارة الصادرات البترولية العالمية وبالتالي أي إغلاق للمضيق أو حتى التهديد به يعني شل حركة الاقتصاد الدولي وإعلان حالة حرب على المجتمع الدولي برمته وبالتالي اللعب بورقة مضيق هرمز تعني أن العالم لن يقف مكتوفة لأيادي وأن المسألة ليست قاصرة على دول الخليج ومواقفها بل هي موضوع يتصل بالاقتصاد العالمي ودول عالم جميعها فهي ورقة الحقيقة يعني أعتقد أنا يعني تؤدي بصاحبها إلى المهالك طيب ماذا عن الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر مستهلك بالنسبة للنفط هل نتوقع الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية في حال أصبح هناك تراجع في العرض بالسوق بسبب هذه الضربة موضوع المخزونات في العالم كله حتى منظم الطاقة الدولية هي الحقيقة للطوارئ في حالة تشح الإمدادات وعدم توفرها ويعني هي لا يوجد إليها إلا في الحالات القصوى لكن المخزونات التجارية العالمية الوصلت إلى 2 مليار فاصلة 700 مليون في الدول OECD وهي الدول الصناعية الأساسية وهي تغطي تقريباً 60 يوم من الإسهلاك اليوم للدول الصناعية فالأخذ مخزونات لا بأس بها ولكن الحقيقة لن تستخدم إلا في حالة طوارئ أساسية ألا ترى بأن توجيه هذه الضربة دكتور خالد قد تكون أساسية بالنسبة للدول الغربية للإفراج عن مخزوناتها فقط إذا كان هناك نقص شديد لكن المخزونات إذا كان هناك وفرة لا بأس بها فأعتقد أنه لن يفرج عنها إلا في حالة زيادة أسعار بشكل غير مسبوق له أو هناك شح في الإمدادات نعم المستشارة النفطية دكتور خالد العقيل مدير مكتب نماء للاستشارات البترولية كنت معي من الرياضة شكرا جزيلا لك وننتقل إلى السودان حيث يعقد رئيساء السودان وجنوب السودان قمة في الخرطوم تهدف إلى تفادي وقف تصدير نفط الجنوب عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي السودان وهو ما يمكن أن يضر باقتصاد البلدين المتعثر ويهدد الخرطوم الذي يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين على أراضيه بوقف عبور النفط الخام الذي تنتجه جوبة بنسبة 75% منه والذي يمر عبر البنى التحتية التي تسيطر عليها الخرطوم سبق أن أرجعت الخرطوم مرتين مهلة الإغلاق التي أعلنتها والتي تنتهي في السادس من سبتمبر وكان الاتحاد الإفريقي طلب من السودان تمديد هذه المهلة بهدف التحقيق في هذه المزاعم أعدت وزارة البترول المصرية جدولاً زمنياً لسداد الديون المتأخرة المستحقة والبالغة أكثر من 5 مليارات دولار لمصلحة شركات أجنبية تنتج النفط والغاز في أراضيها وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ وتعمل وزارة البترول على الجدول المقترح بالتنسيق مع عدة جهات حكومية هذا وبلغت الديون المستحقة لشركة بريتش بتروليوم 3 مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات أما شركة ديون بي جي فتناهز المليار و300 مليون دولار منها 600 مليون دولار متأخرات وتبلغ المتأخرات المستحقة لأديسون 400 مليون دولار و200 مليون دولار لكل من الترانسجلوب ودانا غزة بهذا مشاهدين نصل إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع دائماً يمكنكم مرسلتنا على عنوان البرنامج oil at cnbc arabia.com شكراً على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة